السلبية كانت موجودة وكانت موجودة بشكل كبير قبل أحداث غزة الناس كتيرة عندها عزوف ومش عايزين ينزلوا لما تسأل مثلا في المحيط أسرتك أصحابك أصدقائك لا يعمل عملية محسوبة نزولي مش هيفرق بس المواطن المصري ومش عشان إحنا في حلقة لا يعني إحنا عندنا أحساس عالقوا بالبلد الناس بتحب البلد إحنا محتاجين الفترة اللي جاية في الانتخابات دي إن إحنا ننزل عشان يبقى فيه رد فعل إيجابي يظهر للعالم كله ونظهر بلدنا في شكل لائق تمام؟ إنه لقى البلد فيها استقرار أمني وسياسي فمتهيأ لنسبة الوعي اللي بعد الأحداث دي لقى فيها يبقى فيه نسبة إقبال معقولة والدليل على كده انتخابات المصريين في الخارج يعني الإقبال مقبول قوي مش معقول المصري العيش بره يكون حريص على أداء الواجب الوطني بتاعه ويقوم بالواجب بتاعه ومسافاته اليوم عنده مكلف بالضبط كده وأنا أجي داخل بلدي وكل الإمكانيات والتسهيلات موجودة مش هنزل فمتهيأ له يبقى يعني الموضوع اختلف ما قبل أحداث غزة وفي الوقت الحالي على معتقد يعني تمام وبرضه لازم أستفيد من يعني خبرة حالتك القضائية معايا وأعرف منذ متأة بدأ الإشراف القضائي على عمليات الانتخاب بوجع عام يعني أنا سواء انتخابات رياسة الجمهورية انتخابات المجالس النيابية انتخابات حتى الأندية والنقابات ماذا كان يحدث قبل الإشراف القضائي وعند دخول الإشراف القضائي الدنيا تزابط زي أول بداء يعني حكلنا باستفادة بقى عام بس أنا يمكن هقدر أحكي من ساعة أنا ابتديت أنزل انتخابات من سنة 2000 تمام وأكاد أكون جميع الانتخابات المرت على مصر من سنة 2000 لحد النهاردة كافة الاستحقات نزلتها تقريبا فدي تجربة حياتية عشتها بشخصي ما قبل 2000 أنا كنت أسمع الإشراف كإشراف عام يعني ممكن تلاقي لجنة قضائية نزلة بتعتمد النتيجة واللي بيكون بيشرف على اللجان الفرعية مجموعة من المقتصين الموظفين واللجنة القضائية بتعتمد النتيجة شكلية وبتنظر الطعام من سنة 2000 لا من ساعة الإعداد والتجهيز كشوف الناخبين ومروراً بعملية الاقتراع والفصل في النتيجة وتقول لا كل المراحل دي إشراف قضائي كامل من إيت وزيت ففيه اختراقات لا فيه اختراقات ولكن فيه إجراءات بتجبه واللي بينظر كل الطعون لا لجان مختصة لجان قضائية طيب هل نقدر في المجتمع أربط بين الفرد اللي بيمارس دوره في انتخابات نادي أو في انتخابات نقابته أو الجهة اللي هي مثلاً بتشرف على طبيعة عمله ودوره السياسي يعني هل ممكن يكون عندي مواطن بيعملوا الدور ده في النادي وفي النقامة ويعملوش في السياسة ولا هي زي ما بيقولوا كده المبادئ لا تتجزأ فالانتخابات أيضاً لا تتجزأ لا مع الأسف بتتجزأ ليه بقى سات مصر ما دي بقى قناعات شخصية يعني أنت هتبص على بعض الانديات كبيرة في مصر شوف الإقبال اللي بيكون في الانتخابات في عدد ساعات محدود يعني معظم الانديات أو كل الانديات الانتخابات بتبقى عليهم واحد في فترة مثلاً من الصبح لحد الساعة خمسة من تسعة أو عشرة صباحاً لحد الساعة خمسة شوف نسبة الإقبال لو دي اتطبقت في كل الانتخابات هتلاقيه وإن كان في الانتخابات الشعب والشورى خاصة برق قهيرة كل مرشح حسب شعبيته في الدائرة يعني الواحد لاحز من خلال برضو الممارسة العملية في بعض المحافظات اللي كنا بنطلع فيها الإقبال الجمهوري على سنة دي الاقتراب طبعاً عالياً جداً خاصة برق قهيرة الرئاسة مختلفة شوية هتلاقيه قطاعات يعني حسب بقى التوعية والمفروض بقى أدوار أو الحاجة اللي نكلم عليها دور الأحزاب السياسية هل فيه نشاط حزبي وسياسي داخل مصر وداخل كل محافظة كل مكتب سياسي أو كل محافظة فيها مكاتب المفروض تعمل شغل على الأرض هي اللي تحرك الناس وتدي توعية هي دي لها تقنع الشاب والراجل والبنت وفي مختلف الأعمار انزل قناعات وأهمية المرحلة إذا الأحزاب السياسية ما قمتش بالدور ده إحنا بنوعي بس الحزب عليها دور كبير فحسب ما الحزب اشتغل هتلاقي نسبة الأغبال في الانتخابات الرئاسية اللي جاء أو أي انتخابات عمال ترجمة نانسي قنقر